اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكلة المتابعة على تطبيقك الخاص تويتر سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى نافذات الضبط والإعدادات نقوم بهنا النزول إلى الأسفل نأتي إلى التطبيقات نضغط عليها ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة للتطبيقات نقوم بالنزول إلى الأسفل ثم نأتي إلى هنا إلى تويتر نقوم بالضغط عليه ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى هنا إلى هذه النافذة الخاصة نقوم بالضغط على إيقاف إجباري هنا ثم تضغط على موافق بعد ذلك نأتي إلى مكان التخزين نضغط عليه وبعدها نأتي إلى هذه النافذة الخاصة نقوم بالضغط على مسح البيانات وبعدها نأتي إلى مسح التخزين المؤقت ثم نقوم بإطفاء وتشغيل الهاتف لكي يقوم بتحديثه وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا اشتراك وضغط على الاشتراك واتقف في فيديو آخر إن شاء الله